يا اهلا بكم هنتكلم في الفيديو النهاردة ازاي نقدر نبرينت من قوة الجاوا سكريبت الفيديو عندنا اسمه جاوا سكريبت بيج برينتنج لو جيت هنا بدأنا بالتكس اديتور انا عملت نيو فايل اسمه 33-جاوا سكريبت بيج برينتنج.html نفس الاسمه جاوا سكريبت و بعدين عملنا الرفير للجاوا سكريبت فايل في السر سي برامتر وبعدين بعد كده بالنسبة للجريتينج بتاعتنا هنبتدي هنا نريبليس الكود المهم اوي اللي احنا عايزين نستخدمه هنا فونكشن اسمها ويندو جوا الويندو ابو جيكت اسمها برينت هو ده الفونكشن دي اللي هتخلينا نقدر نبرينت البيج ممكن مثلا نكتب في البيج اي مثلا تكست مثلا عشان ما تبقاش امتي بيج فانا كتب هنا مثلا document write ممكن نكتب printing بيج وبعدين بعد كده نعمل سمي كونون وبعدين نعمل save لو جبنا الكود عندنا هنا في الاكسبرور وبعدين عملنا double click على الفايل اللي احنا لسا عملين له creation وبعدين بعد كده هنقلق على البوتون هنا فزي ما شايفين هنا ده الجزء بتاع البيج مكتوب دي البيج اللي احنا عملناها وعلى طول automatic جاب الجزء بتاع البيج من الويندوز ودلوقتي لو عملنا print طبعا هي print على البرينتر اللي المتعرفة عندنا على الكمبيوتر فدي الطريقة اللي احنا بنقدر نستخدمها للprint جوه الجاوا سكريبت فزي ما شايفين ده عملنا دلوقتي close للprinting dialog فاللي باقي عندنا هو الprinting page اللي هي الكلمة اللي احنا كتبناها في البيج لكن المهم قوي بالنسبة للفيديو عندنا هي الجزء ده من اللي هو window.print ده اللي بيخلينا نقدر نبعتها للبرينتر انا شاكر جدا لمشاهدتكم الفيديو ده واشوفكم في الفيديو اللي جا ان شاء الله